عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخلال الاجتماع الذي عقد أمس تم استعرض ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كما تطرق الاجتماع إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحولية بشكل مستدام وجهود توطين وتعميق الصناعة ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني